اشتركوا في القناة وان كنت مطور مستقل او مطور تابع لشركة انت محتاج انك تستفيد من هذه البكيجات سواء كان حاليا او في المستقبل لذلك من نظرة المبرمج المستقل عليك انك تعرف ان هذه البكيجات ممكن تحتاجها في اي مشروع تابع لك لانك اساسا تعتمد على الامور المجانية في بناء الهيكلة البرمجية للعلعاب فراح نستعرض معاكم هذه البكيجات الخمسة فعندنا هنا البكيج الاول الا وهو سيكا منشن تحتوي هذا على القصر الفكتوري بمواد تتجاوز الميتين مادة بما في ذلك انظمة السحب والافلات وايضا نظام الشخصية المتكامل اللي بيمكانه ان ياخذ لك في نظرة شمولية عامة على هذا البكيج وبرضه عندنا نظام الفحص واللي يعتبر من الانظمة المتقدمة جدا في بعض الالعاب واللي تعتبر من الالعاب البحثية انسبكشن عندما شاهدت هذا البكيج للوهلة الاولى اتذكرت اللعبة اللي كنت ألعبها سابقا على بلاي سيشن وانا وهي ريزينت ايفل وان كانت داخل قصر شبيه بهذا القصر الفكتوري وقديم ولكن هذا يختلف عنه شوية بما انه ثلاثي الابعاد ودقة جدا عالية لجرافكس فيه عالي لذلك راح تستخدم هذا البكيج اتوقع في عدة امور سواء كانت داخلية او برضو خارجية لالعاب الرعب وبرضو العاب الاستكشار البكيج الثاني الوهو advanced photo mode يسمح لك هذا البكيج بالتقاط صور جميلة جدا لداخل اللعبة للشخصية او للكائنات الموجودة طبعا هذه المهمة تكون شوية تاخذ منك وقت في عملية برمجتها ولكن باستخدام هذا البكيج بإمكانك التقاط الصور المهمة جدا داخل اللعبة وبرضو الاحتفاظ فيها في فولدر خاص طبعا هذه يذكرنا برضو بلعبة Red Dead Redemption 2 طريقة اخذ الصور والتقاطها والاحتفاظ فيها في محفظات اللعب البكيج الثالث الوهو blank and dash vfx طبعا هذا البكيج جميل جدا بحيث انه يحتوي على مؤثرات خاصة يتم استخدامها لتسارع اللاعب وبرضو يتم استخدامها في حالة استخدام اللاعب للضرب بالسيوف او الحماية من قبل الدروع هذا البكيج حيوفر عليك جهد كبير جدا في عملية برمجة المؤثرات الخاصة لتسارع اللاعب بما في ذلك بعض المؤثرات الجانبية اللي راح تستفيد منها اكيد في مسألة بناء الشخصية وبناء المؤثر الخاص للشخصية اللي راح يعطيها بعد خاص في نظرة اللاعب هذا البكيج من الجمالية اللي فيه برضو انك تقدر تستخدمه بعدة منصات من ضمنها الحاسب الآلي ومن ضمنها الجوال ومن ضمنها برضو اجهزة الماك لذلك خذ حريتك باستخدام هذا البكيج في عدة نطاقة البكيج الرابع على وهو low pulley viking world عالم low pulley كثير اللاقي مثل هذه البكيجات المتميزة اللي حقيقة تحتوي على عدة امور جانبية وجميلة جدا بإمكان أي شخص انه يستفيد منها في عدة ألعاب خصوصا انه هذا البكيج يدعم تقريبا أغلب المنصات المستخدمة حاليا من ضمنها الحاسب الآلي ومن ضمنها الجوال ومن ضمنها المكنتوش لذلك انت راح تستفيد منه اكثر حقيقة في صنع الألعاب للعالم المفتوحة وصنع الألعاب لاستكشاف او القتال للأسف هذا البكيج لا يحتوي على شخصيات لذلك راح تعاني شوية في عملية البحث عن الشخصيات الخاصة للبيكينج او الخاصة للعالم المفتوحة البكيج الخامس والأخير ألا وهو creating portal to another reality هذا البكيج الميزة اللي فيه انه يسمح لك بعرض نطاق معين لعالم آخر داخل العالم اللي انت تكون فيه يعمل portal انتقال للعب من منطقة الى منطقة ثانية ولكن بإمكانك مشاهدة المنطقة الثانية من دون حتى انك تنتقل لها فقط عن طريق النظر الى هذا المرآة اللي تعتبر واجه حقيقية للعوالم الثانية اللي بإمكانك تصنعها داخل اللعبة حتى هنا استعرضنا معاكم البكيجات الخمسة اللي نزلت لهذا الشهر وأرجع وأأكد ان هذه فقط مدتها شهر واحد أو أقل من شهر لذلك اغتنم الفرصة وقوم بتحميلها عندك وتثبيتها في المكتبة من دون ما تقوم بإضافتها الى الانجين حتى لا تحمل حجم وتسبب لك أزمة في مسألة استهلاك المساحة في الهارد ديسك فأفضل حال انك تقوم بعمل اد تو كورت وبعد الانتهاء حتروح الى السلة هنا لاحظوا انه سعر البكيجات الخمسة يتجاوز الالف ريال ميتين وثلاثة وسبعين دولار مهم جدا انك تحصل عليها حتى لا ترجع مالية وتندم على انك ما استحوذت على هذه البكيجات فنقول له هنا شك اوت بعد الانتهاء حيودك الى صفحة خاصة هذه الصفحة لعملية الشراء وانت هنا مخصوم منك القيمة الاجمالية لهذه البكيجات لذلك ما راح تدفع فلس واحد اول ما تقول له بلايس اردر حيعطيك رسالة ثانية انه تم وضع هذه البكيجات في المكتبة عندك فتقدر باي وقت انك ترجع لها وتثبتها بالانريل انجين او انك تلغيها من الانريل انجين وراح تكون موجودة بالمكتبة سوى ان ثبتها او لم تثبتها هذا كل شيء لهذا اليوم اتمنى تكون هذه البكيجاتنا على تعجابكم واتمنى حقيقة انكم تستفدون منها خصوصا ان مدتها فقط شهر واحد فحتى لا ترجع مالية قوم بتثبيتها وقوم بالاستفادة منها ووضعها في المكتبة لحين الحاجة لها اشوفكم على خير معكم جيمز ديزاينار مع السلامة